السلام عليكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا بخير أمركم كاملا باس والأهم من هذا تكونوا ناشتين لأنه هذا هو الشعارنا المهم راح تكونوا معي اليوم ونشارك معكم ما هما أهم الأشياء اللي قمت بها فما تروحوش بعيد الحاجة الوحيدة لما تغير في الروتينات كأي إمرأة جزائرية وهي أنه تصباح أن نوجد الأهوال عائلة ديالي ونبدل بنتي ونعبيها تأرى وهنا ميجي تراجعة قلت سننصور لكم العمارة يعني الأجواء كيفاش تكون في كريس ماساك ما عارفين الأعياد ديالهم هذه هي العمارة ديالنا في الدخلة يعني السوبر دائما ما يتكون هذه المناسبة كما يدخل شهر نوفمبر ضروري يعمل هذه الأضواء والتزيين المهمة شهدها هو الموضوع ديالنا اليوم موضوع هذي الكوزينة كما راكم تشوفوا قنبلة وترتقت فيها يعني راها مرونة مرونة لإني عجبت كلش هني إسهي نخوي هذي البلاكار الكبيرة اللي عندي في الدخلة على المطبخ كانت حالتها حالة كلش مرون اليوم عملتها في بالي وقلت ضروري ضروري ننظمها وإلا راح يزيد كتر علي أشغل وفي نفس الوقت هبطت الباسمن باش نخسل الملابس وحبيت نشارك معكم لأنه بزاف الأغلبية ما يعافوش هذا السيستام في نيويورك لأنه أنا تقريبا كما الصديقات عندهم نفس السيستام قبل ما نحكي نشارك معكم لبرودوي هادو هما اللي نخسل بيهم تايت وهذا البرودوي بتاع الباودر نسيت اسمه وهذا المعثر هادو هما اللي نستعملهم في الملابس ديالي وهاي اللي نصراحة وهدي هي الكاخت اللي نخلص بيها من جي نخسل الملابس الماشينة عملنا هدي هي الماشينة أنا جيت هنا باش نشوفي لها فيها جبرت فيها 6 دلس سبعين يعني تكفيني ما عبيتهاش وإلا إما تعبيها بخمسة بعشرة بخمستاش والآلة اللي اختارتها هدي الكبيران خلصت 3 دلار كماشتو أما الصغيرات خلصة فقط دلار و 80 ودرجة الحرارة عندك هنا الاختيار أنا دائما نعملها ميديم يعني مهتدلة باش الأشي ديالي ما ينحرقش وللانجات ما شاركتهمش معكم للأسف لأنه كانوا عندي دوش قطعتين بويض وضعتهم هادي وللانجات فعالين يعني الأشي ديالي الألوان ما يتخلطوش كما تغسل الأشي ديالي يعني هو هو من بعد من الأشي ديالي نخسل بعد 35 دقيقة بيان سوف أنا نطلع على الفوق ما نقعدش في الثمن يعني يعني أنا أضي ونهبط نفقد الملابس ديالي مشيت هنا باش ننشفهم ودائما هنا نخلص دولار و 35 يعني ماشي غالي ونوضحها دائما في الميديم ونخلي الملابس ديالي ينشفوا على مدة 35 دقيقة يعني يعني البنات أنا نحبط الأشي بدأ طالعوها بطا يعني ما نقعدش قعدة يعني يعني نمشي للشغالي تعددار وكم ما لكم تشوفوا هدي هي القاعدة ينهلنا في هالسلة في هاوين طاولة الكراسة يعني فيها كلش لأن القانون في أمريكا هي ممنوعة عملي مشي أمريكا نحكي على العمالة ليسكنا فيها والأغلبية في نيويورك ممنوع تشري ماشي نالا في في الضاد يالك إلا ما لقيتيهاش يعني ما عندكش الحق انت تشري ودخليها يعملونها في الباتيمو يعني كل ما بلي يعملونه معك دابي تقعها وتغسلي فيها هدا هو القانون ومؤكد ما نقدروش احنا نخالف القانون على خطرة حبيت نشري وميسق سيت السوبر قادي ما عندكش الحق ممنوع ألو وتخلاص مكلة المهم هنا مشيت نحضر كنت هنا كملت تشغالي وبعد البنات نوري لكم نوري لكم التنظيم اللي عملتوا في بلاكار مشيت ننطيب موسكو تشو عملت ثلاثة بيضات ومن بعد يعني غيب يديك ما كم تشوفوا ما استعملت الباتر وجبت كأس السكر هدا يعني تع السودا و يعني ما نرميش خطرة واحدة للا لبنات كماركم تشوفوا يعني بشوية ونخفق بشوية ونخفق يعني صراحة هادي الكيكات جلديدة مين هكدا تستعملوا يديكم بلا ما تستعملوا الباتر وبيانسور عملت شوية بانيلا ونصف كأس تاع الحليب وزيت كذلك معهم نصف كأس تاع الزيت ونخلط هادو كلش مع بعدياتهم من بعد عادة من بعد نبشر شوية تاع القارس اللي مونك ما عارفين بش يعطينا ديك النكهة في الموسكو تشو دينا وفي الاخر بيانسور نضيف لفاغين اني عامل زوج كيسان ونصف تاع الضقيق الابيض يعني لفاغين وزيت معهم زوج علبة تاع خاميرات الحلويات ما يعادي لعشرين يعني عشر 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 عشرين غرام اهنا كيفاش تحبوها تقيلة خفيفة بالنسبة للطاقة كالي يعمل تنين كالي يعمل تنين ونصف وكالي يعمل ثلاثة انا عملت تنين ونصف تكنوري لكم القوام اللي كنت حابة نتحصل عليه وكان هادا هوا القوام اللي كنت هنا حابته استعملت هنا فقط تنين ونصف كيسان تاع لفاغين اما بالنسبة للتزيين راح نستعمل قطعة مع جون كوافا هدي فاكهة موجودة هنا في امريكا اسمها كوافا وكان هادا هادا الشكل يعني جيكم ملح القومة واذا ما عندكم مش تقدروا تعودوها بالعينب المجفف يعني الزبيب يعني الشي اللي الشي اللي متوفر عندكم المهم هي اللي ان شاء الله راح نوضحها في الكيكا ديالي او من بعد نجيب هدي الشوكولات الخاصة بالايس كريم ونوضحها بهذه الطريقة وكان هادا هوا الشكل ديالها نخليتها احتى بردت شوية ومن بعد ننزحها مباشرة من المول او بالصحة والراحة اللي بناها تجي من ارواع لشكل ولا مضاقن يعني بنينها بزاف بزاف وهدي بيانتو حدتها الاهوات على الشياء وهنا كانت الزوج وعشر على الابنات للوقت باش نجيب بنتي من المدرسة هنا كنت تكملت كامل اشغال ديالي يعني الاشي ديالي من بعد ما نغسلت ويت ورجعت كل حاجة في بلاستها المطبخ نفس الشي حضرت الكيكا نضفت الغرف الحمام يعني هادو هادو اشغال يوميين ما شاركتهاش معكم يعني كل امراءات عملها في الدار ديالها اهنا مشيت نجيبها وكانت المدرسة يعني في الشارع يعني في الحومة يعني مش بعيدة مشيت نجيب بنتي او من بعد مشينا السوبر ماركت شريت شي سوالح كانوا خاصيني او مشيت كذلك المحلات اا اا يعني بالذات مشيت المحل تاجي ماكس هدا هو اا ضربت بكم دورة خفيفة برك لانو ما نحبش هاكدان في الكاميرا نحشب نقعد نصور وبعد احيان خاف يقول لك ممنوع هادي فقط اعطيت خفاف وهذه البنات لي شاركتها معكم في الفيديو السابق مازال عندهم البنات لي تحب تروح تشري اا يعني مارشال تي جي ماكس هرا عندهم الصغار والكبار وضربت بكم جولة خفيفة هدا مكان يعني هاكدان باش نخرجكم هدا كالجو تاع البيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة لها دور منظامات الليبنات راهم كاينين في الجزائر كاينين في البلدة كاين في وهران كاين شحم البلاصة امام الليبنات هم يخليوا لي في هذا التعليق وأنا شدتهم كذلك في ارجو وشدتهم في وهران برك الاثمينة شوية غالية مقارنة مع الاثمينة اللي عدنا هنا في امريكا اهنا لبنات حبيت نشارك معكم مشترياتي للإفادة خصوصا لرمعدة اجتاد في امريكا وما يعرفوش ماين يشريوا مثلا هادي الشوكولة الخاصة بتزييل حلويات يعني انا نخدم غير بها تقريبا هادي فيها عدة الوان كاليفيها ستين بالمئة نسبة الكاكاو كاليفيها خمسين كاليفيها ربعين كاليفيها تسعين هادو لبنات هادي لبنات تشريوهم من محلات فقط بدلال لكن في تارجل تلقاهم بثلاثة دلالال يعني اروحوا شريوهم من محلات نفس الشي بالنسبة للعسل انا نشريه من محلات فقط بدلال عكس المحلات الثانية اللي بيعوا باثنين حتى ثلاثة دلال الجوز الهين نفس الشي النوعية مني حاو تخلصوه بدلال والشوكولات هادي شوكولات الخاصة بالموفن حتى هيا نخلصها فقط بدلال من محلات دلالال هادي نخدم بها هادي الشوكولات اللي نخدم بها عجينة الشوكولات هادي الكريمة شوكولات كريمة تجي بيضاء الوحدة كذلك نخلصها بدلال من محلات دلالال عكس المحلات الثانية اللي بيعوهم بثلاثة دلالال هادي اللي راهم جدا نقول لكم نروحوا المحلات دلالالال كاينين في امريكا وفي كندا هادي كذلك مشي زيت وحدة وخلصتها بثنين دلالال كانت عندي وحدة اني شاركتها معكم في فيديو اللي قبل وزيت وحدة اخرى لانها عجبتني كاليتي وهادي هادي اللي فرحت بيها بثا في البنات علاش لانكم ما نجيت على العام الجزائر ما نطلع ما عارتش علاش نكون في الميزان ويكونوا عندي اولويات يكونوا عندي اشياء وحدة اخرى اولويات برك هادي محلولة من الفوق لكن اذا ما حبيتش نفس تخرجن باللحة عادي المهم تاجين هادا شريته من تاجي ماكس خلصتو بخمسة وعشرين دولار لبنات على شوفهم كاتبين لك في النار في الفن الفرينة كل انواع النار تقدري تطيبين به بركاني خايفة محاجة وحد غراء احنا في الجزائر يعني من شي وهم بيتوهن نهار في الماء يعني ما تبيتهم في الماء اليوم كامل وتخليهم ينشفوا على اسبوع وكالي يغليوا فيهم الحليب لكن هذا ما رانيش عارفه اسكوا نفس السيستام ولان طيب فيه مباشرة المهم فرحت به بزف 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 البنات ما تعافوش كيفاش لكن ان شاء الله المرة جاية من الجزائر ان طلع واحد اخر يداره بكتاب وزدت هذه البلالة خلصتها تلخصها بالفن خلصتها بثلاثة دولار بعتقد ومن بعد حطيت الاهوات العشية البنياتي والعائلة ديالي مراكم تشوفوا العسارة ان شاء الله رح نشاركها معكم في كاشنهام الروتيناتي لانها ما تخطعنش غريبا طيبها كل اسبوع والموسكوتو ديالنا ها هو دا جا من اروع ما يكون لبنات ان شاء الله تجربوا الوصفة ديالي وراح تتعجبكم حين نمشي لمجد العشاء انا لبنات نطيب في صبح العشاء ديالي صراحة نطيب وصبح الا اذا كان عندي ميونيتا بيزا كما اليوم نشارك معكم بيزا ولا حاجة تقليب فقط لانه في الفطور فطرت حاجة خفيفة ما شاكتها معكم يعني العشاء ديالي هو اللي فطرت به خصوصا اني نفطر ببحدي يعني مطيب للعشاء بصح ما ناكل شهداء قد ناكل حاجة خفيفة ولا المهم البيزا ديالي نشاركها معكم دائما كنت وضعت 500 غرام تاع اللفاغين وزيت معها الملح وزيت معها الخاميراء تاع الخرص وحزو جمعالق وزيت معها الخرد المتاغد وزيت معها كذلك الزيترة ولميتها بالحليب الى مانينا سيا والو لبنات ولميتها فقط بالحليب ما نلمش انا العجينة البيزا ديالي ما نلمهاش بالماء واذا درتها البيزا العادية نضيف معها حتى حبة بيضة اليوم ما ضفتش معها حبة تاع بيض وزيت تلت معها الزيت الزيتون وكنت كذلك درت ملعقة كبيرة على السكر في البداية تاع الفيديو ولميتها اكيد بالحليب الدافئ حتى يعني نتحصل على القوام اللي يعني حبته بالنسبة للفرصة البيزا ديالنا را عندي هنا الشامبينيون هذا العلب يمشي الأورغانيك ما كشبه إليه عملت العلب ليزو هكذا شوية معازيز ما نحبوش هكذا هنا را عندي كريفت هذا من الحجم الصغير تالي سالات هو اللي غليزو في الماء باش يقعد لي شوية طريق ومشيت جبت كذلك بصلة طاعتها هاي بتي موغسو عدا باش نرمي عليها الاصوس ديالي كنتم حضرتها مسبقا إذا لكم حبي الوصفة خليوا لي هذا الشي في التعليق ونشاركها معاكم هادي السالسة جيكم مع جميع أنواع تاليه بات أي شي تحبوه وأنا دائما نخدم كمية ونوضحها في المجمد زيت عليها هنا فقط زيت الزيتون عاكم عارفين ليصوص يحبو زيت الزيتون وبيانسوغ شوية ملح ملح مكتش لأنه في خومج ديناتور مالح بالنسبة للتوابل فقط راح نضيف شوية كمون ونزيد معا كذلك شوية فلفل أسود وكذلك الزيتر اللي مراهش ظهره في الفيديو فقط هنا العجينة ديالي خمرت مع لي أغير نمشي لعمل كوريات صغار يعني عملت كمية يجو صغار هادو ميجوش كبار كبار كل واحد وحس بعضة الأفراد لفاصة نعملت تونة عملت شامبينيون نعمل الكريفت نحضرنها مع بعدياتنا لبعد والجوب نعمل اسمه شدة يجيب خانس كومة موزاريلا والزيتون الأزود ونمشي نشكل خبيزات ديالي يكونوا رقاق البنات لازم يكونوا رقاق ما يكونوا شغلات ومن بعد نوضحها فوق الطاجين على النار مهيلة ونوضع طقب هكذا بالفرشات باش الطيب ليغي شوية يعني دوك تشوفوا هنا عدا نقلبها وفهدك الوجهة تسمعها باش نوضع لاصوس ديالي انا نحبها بلاسوس لي ما يحبش لاصوس كمية كبيرة ما يعملش حنا نحبوها بلاسوس كل عامرة شوية ونبدأ نعمل مرة نعمل تونة وزيت فخومش والزيتون ومرة العكس نعمل برك الكريفت مع الزيتون والفخومش المهم الفيديو راي وضح نفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوية زيتون ومشن في القناة اضطفنا قوموا بتuk Fried Watch الزيتون زيتون في القناة ما يكون البنات يعني من طيبوها تنساو تنساو بيزا تعبرها تنساوها النهائية لانها تجي من اروع ما يكون وكانت هذه الطاويلات اليشاء ديانا عملنا فقط بيزا يعني كل واحد كركلات زوج ثلاثة اخبيزات لانهم صغر ماشي كبار يعني عملت بالزيادة وزيت كذلك معهم بالسلطة واكيد اه انا من نعمل بيزا لبنات نعمل حاجاتها شوى نغلط هكذا بالصودا لانه ما نشربوها شي يوميا يعني الصغار وندخلوا الصودا للدار لكن دايما نخلوا هكذا لحط القريعة باش ميدي في خاطرنا نجبروها في الدار هادي هي والحيارة نشارك معكم كيفاش نضمت البلاكا غادياليا يعني عارفة بزاف حابي نشوفو التنظيم الاخير كيفاش عملتو اه الصراحة ما رانيش مقتنعة به مئة بالمئة لانهم كنت شوية مزروبة فيه و كانوا عندي افكار واحد اخرين لكن قلت بشوية بشوية ان شاء الله كان هدا هو التنظيم الاخير هادي بلاكا كموق الدخلة في الدخلة على المطبخ هنا الفوق وضعت كل ما هو اليمينيون بلاستيك بابيو دو كويسان دي ساشيتا كونجيلاتور وضعتهم دي الطريقة هنا وضعت كذلك الاساشيتا لابوبة عزكم الله وضعتهم هنا والفوق اني واضع برك الفارينة والسكر والنعناع المجفف هادو اللي انه ما يدخلو ليش في البلاكاق على المطبخ ها كلي كبار كما كم تشوفو هادا كالروبو اللي كان عندي في الكوزينة بما انه ما نحتاجش يوميا نحيتو علي باش نخوي البلوندو تخافي ديالي وفو البلاكاق تاع الكوزينة اللي تحت بوطاجي ما بقاليش البلاس ألغو وضعت الحالو هنا الفوق وضعت هنا الطباسة كما راكم تشوفو بالتنظيم ديالهم هادا التعجين الجزائري يعني التقليدي وهادا معروفة به كامل شمال افريقيا الصراحة سواء جزائر تونس المغرب اعتقد حتى ليبيا والله يعلم وهنا العولة راكم ما عارفين اشتا هادا مايلاق لادس لوبيا حمص ليبات باش ما نقعش كل يوم ماشيا سوبر ماركيت نجيب خطرها وحدة ولا ربي تطور العمر وهنا لتحتها وشاني وضع البنات وضع الاشياء اللي ما نحتاجهم شي يعني صغار ونجبدهم مثلا الروبوت تعال الاماشين تعال ايس كريم اللي نعمل بها اللا كريم هادا كريم السيف السيف لاماشين تعال عصارة هادا كتاع زمان لاماشين كذلك تعال بقلاوة اشياء اللي كماكا وضعتهم هنا لتحت والجهة الاخرى اللي اضخي قوتيك وما كم تشوفو هادو علقتهم هاك داف الحيت هادو تعال الحلفات الالال يعني القراسة هادو جبتهم البلد بيان سير وفهنا في اللقنت وضعت هادو يعني في الكوان وضعت هادو تالحالويات يعني الفيديو را يوضح نفسه هادو السنادق كامل اللي بنات لكم تشوفو فيهم خاصة فقط بالحلويات طوابار شو ما كلش خاص بالسيليكون كله باركة الحلويات نظمتهم بهدي الطريقة ويعني باش نعرف كل حاجة بلاستها هاك داي جوني ساهلين الصراحة للاستعمال وكان هادا هو الشكل بالنسبة هادو المنظمات كتشاركتهم معكم من قبل يعني في فيديو هاد سابقة الى مرانيش ناسية طباسة البنات كذلك وتشريتهم المحلات الضالة اللي فقط بضالة البنات را عندهم طباسة الهبال وارخاص رخاص ونوعية مليحة 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 يعني لما تعرفش هذا المحل قلها را كيمارات يا بزاف سوالح ويعني الفيديو را يوضح يعني يعني نشوف معكم ونتفكر كاش حاجة عني نسيتها ما شاركتهاش معكم بالنسبة هادي الباسكات واش عني وضع فيها تقريبا كل ما يخص التوابل اللي يكونوا عادة جداد والتوابل اللي نشريهم مؤخرا ما عنده الهونود وبنغلادش لأنهم هم النابر وان في اليزي بيس كما كنت شوفوا أشياء اللي خاصة بالحلويات الأهوة يعني الفيديو اللي يوضح نفسه وهدو اللي باسكيت كنت لكم أهم كيني في الجزائر وفي وهرانسا ومتهم في لاباستي بتسعين ألف وهنا التحت فقط وضع الملح التوابل هذا النور زي زيتون الدورة يعني هدو الأشيات السلطة اللي يجو في المعلبين وهدي المنطقة اللي تحت هي اللي مرانيش رادي عليها را عندي واحدة تقمى محتاخر إن شاء الله راح نعملها نهار وننظمها هنا نيوضع كل ما يخص يعني الجد بالكيسينت باصة حاجة الحلويات وهدي هنا الخمارة والفانيلي اني نستأملها تقريبا يوميا نيوضعتها ببرك هنا لتحت على يديها هنا راح نربيكم دورة خفيفة في المطبخ ديالي هنا من بعد ما كملت اشغلت عن نهار ديالي حاجة كملاحظة وهي كلمة اليد لبناء الضروري تحطوها قدامكم فوق المطبخ باش ما تنساوهاش يعني لإنه إذا ما حطيها ما حطيتهاش قدامك أكيد راح تنسايها هدي كملاحظة كان هدي هو المطبخ ديالي صغير لكن الحمد لله الحمد لله صغير مقارنة مع اللي عندي في البلاد بيانسيوخ هدي سلات الخضيرات اللي رغم عدا جد بعدها نقول لكم مرحبا بكم في القناة أنا ماشي هنا لنوضع الخضرة عندي كل واغ يعني تابع للمطبخ هو اللي وضع فيه الخضر والفواكه وضع فيه كورني تاع الكوفي يعني تاع القهوة إن شاء الله إداركم بالرغم أني كنت عملت هدي شحلة له فيديو لكن إداركم حبي نعاود نعملكم عليه نعاود نعملكم عليه فيديو خليوا لي هذا الشي في التعليق وإن شاء الله راح نعاود نعملكم على الجزء الثاني اللي تابع للمطبخ وهنا الفوق وشاني عاملا ببرك هدو كامل سناك تاع بناتي وضعتهم هنا لإنه إلا ما حطيتهم شانا راح ننساف البلاكة وما نعرف شو شارع عندي والميكرو وايف وضعته فوق تلاجة لإني ما نستعملوش البنات قليل 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 وينستعملو هنا نوضع هدو الصبورة باش نكتبت لحاجة وهذا كالكارن اللي شدتوه دي جاني كاتبة واشخصني هدي كنت شاركتها معاكم في فيديو هات السابقة دروري تحطوه في تمك حداكم باش يبدو تكتبوه حاجة اللي تكملكم تكتبوها باش تعرفو واش تشريو والماء بينسوق وحطيت هدي تاع الأهواء لإنه ما زال ما حضرتش طاولات تاع الأهواء تاع السباحنا نحضرها في اللي لبنات شاركتها معاكم من قبل وكم ما راكم تشوفو خويت بلوندو تخافي ديالي خليت برك آلة العجن والله غالب ما لقيت شوي نحيدها وإلا حتى هي كنت نحيها من البوتاجي ما لقيت لهاش بلاسة هي اللي بقعت ليهنا في البوتاجي وخليت هدي كتاع السكاكين وكان هدا هو المطبخ ديالي صغير إذا راكم حابين عملكم على تنظيمات أخرى في البلاكة غيرت على المطبخ لولي هدا الشي في التعليق وبيانسور نغير يوميا هدي المنشفة تعليد للتنين نغيرهم يوميا اللي بنات وفي الأخير دائما في اللي نشعل هكذا شمعة هدي شريتها مؤخرا عندها ريحة رائعة تطل المطبخ ديالي تخلي فيها وحتى الريحة يا لبنات من أروع ما يكون يعني نصحكم انكم تعملوا هكذا شمعة مؤخرا في المطبخ باش تنحلكم ذيكا الريحة تعطياب وتعطر لكم المطبخ ديالكم للإشارة لبنات حبيت نشارك معكم هدي الفكرة بالنسبة هدو اللي عملتها على الطابلو ديالي في التلاجة إذا ما ماشي من النوع اللي تلسق في التلاجة شوفوا لبنات جي بي أي مغناطيس يعني تكيف توضعيه في الداخل وشوفوا لبنات تثبت لكم بكل سهولة في التلاجة نشوفها فكرة رائعة هنا لبناتكم وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى إن شاء الله أنه الروتين تا اليوم يكون عجبكم إذا عجبكم كل عادة ما تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس فشي وصلكم كل جديد وتقاسموا الفيديو مع الأهل والأصدقاء ونقول لكم تبعوا على خير ونشوفكم بفيديو آخر إن شاء الله باي اشتركوا في القناة